موسيقى زي ما قلت مع زملائي فعلا أولا مساء الخير على حضرتكم يوم الخميس والجو لطيف حقيقي جو لطيف جدا في مصر والواحد بيبقى من كتر ما هو سعيد انه الشمس لطيفة بالليل لسه ما فيش برودة فبيقول تمام يعني خلينا على الجو ده شوية لا يعلو صوت غير صوت كاس العالم والكرة في كل مكان انت شايف الناس كلها بتتابع والحقيقة يبدو ان المعادلة بتتغير ما فيش دوام الحال من المحال يعني طبعا فوز طبعا السعودية الفوز العظيم اللي كان موجود للفريق السعودي الأخضر على الأرجنتين ما زالت أصداء وحتى اللحظة تعليقات وعنوين وعنوين الحقيقة تحس انها بتدخل فيها السياسة وكأنها استغراب في عنوان عاسية انه مثلا كان بيتكلم وكأنه مثلا السعودية هزت مثلا صخرة في جبل كبير مش متخيلينه يعني عنوين بهذا المعنى طبعا الهزيمة اللي لحقت بكستاريكا هزيمة كبيرة جدا ألمانيا مثلا الناس في ألمانيا والصحف الألمانية يعني كانت حزينة جدا ازاي ألمانيا تتغلب حتى اللحظة وانا بكلمكم لسه البرازيل متعادلة مع سربيا ومحدش برضو متوقع انه سربيا ممكن تعمل حاجة في كاس العالم يبدو اننا امام مفاجآت كثيرة لكاس العالم ولكن يمكن الفرق العربية حتى اللحظة الحقيقة كلنا وراها وكلنا عايزين يبقى اسم العرب دايما موجود وبتقدم لنا الحقيقة حاجة حلوة جدا هو كاس العالم السنة دي فيه طعم العربي يعني كاس العالم بطعم عربي سعيدة طبعا جدا الكرة المصرية الكرة المصرية اللي بتصنع هنا صناعة مصرية وهي الكرة بعنوان الرحلة هتوقف مع فقرة خاصة عن الموضوع ده عشان كمان تعرفوا انه يعني احنا ما كناش موجودين في كاس العالم بس صناعتنا ككرة مصرية موجودة وبتلعب في كل الماتشات باسم مصر كمان هيكون عندي فقرة رياضية واللي هتكون فيها ناقدة رياضية صحفية وده حاجة لطيفة لان احنا دايما بنشوف السادة الرجال لان هي الكرة برضو ايه معشوقة للرجال ولكن بتلاقي برضو اللي بيغطوها صحفيين من الرجال فاحنا قررنا في التاسعة يكون عندنا النهاردة شكل مختلف هيكون عندنا صحفية جميلة وحتكلمنا ايضا عن كاس العالم الفقرة الاخيرة هتكون فقرة بما ان احنا انتهينا من مهرجان القاهر السينمائي في دوريته الاربعة واربعين هنلتقي مع الفيلم القصير اللي فاز بالجيزة ونتوقف معاه مع موضوعه يهم ايه البيوت المصرية قريب منها بعيد عنها الموضوع شكله ايه ده هيكون فيه ختام لقاءنا بخلاف عدد من الفقرات الخاصة بينا طيب بما انكم بازلتوا بتفرجوا دايما على الكورة خلوني ابدأ معكم لقاء اليوم ولقاء خاص بينا احنا في مصر وخاص بالتنمية بتاعتنا اجتمع اليوم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة سويس والحقيقة خلال الاجتماع وجه السيد الرئيس ببدء تنفيذ تطوير بحيرة البردويل في اطار مبادرة سيناء البردويل التي تساهم من خلالها هيئة قناة سويس في جهود تنمية سيناء بالتعاون مع شركة ديمي البلجيكية والتي تهدف الى زيادة انتاج بحيرة البردويل من الاسماك الفاخرة التي تشتهر بها البحيرة من 4000 طن يعني شوف ده المعدة اللي بيتم انتاجه الى 11000 طن يعني احنا بنتكلم على 7000 طن زيادة سنويا وده على المدى القصير وصولا الى 50000 طن على المدى المتوسط حضراتكم طبعا عارفين ان بحيرة البردويل دي بتبلغ يعني الطول بتاعها 90 كيلومتر والعرض 22 وهي يعني مش كبيرة قوي وكمان عندها ممر ضيق مائي مع البحر المتوسط مزيد من التفاصيل دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا فاندي معنا مساء بحيرة يعني كلمنا عن بحيرة البردويل وايضا الاهتمام بيها والكم الكبير للانتاج يعني نتكلم من 4000 طن انه يزيد سنويا 11000 طن كلمنا عن التنمية اللي حصلة فيها والتطوير يعني الاول اسمحة لشكر حضرك فانديم وطبعا الحقيقة احنا شايفين الدولة المصرية في الفترة اخيرة بتهتم كل مجالات التنمية وطبعا المجال الزراعي حسب اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية وكمان البحيرات المصرية تم العمل على تطويرها بشكل كامل خصا دولة كان لها رؤية ان الاصول المتاحة والموارد المتاحة لابد المتعاطين استفادة منها لأقصى درجة ممكنة شوفنا عملية تطوير بتحصل للبحيرات المصرية بالكامل سواء المنزلة كل البحيرات الحية كان بيتم العمل على رفع كفاءتها الانتاجية وبحير كبير طويل بتعتبر واحدة من انقل بحيرات الحية ما يعتبرش فيها اي نوع من انواع التلوث واسمكها في المعطاد بيتم تصدرها للخارج ويكون من الاسمك الساخرة يعني الاهتمام دلوقتي ان احنا ازاي نقدر نطور بحيرة البردويل وطبعا التكلفات كانت فقط حان احنا محتاجين نطور من البحيرة نطور البواغير يتعمل قناة شعائية دي تساعد في زيادة الفرص الانتاجية للبحيرة وده في النهاية بيعود بمزيد من الانتاج ومزيد من التطوير وخصوصا الصيادين كمان وعملات تنظيم عملات تصيد فيها من خلال تطوير المراسل وده بدي فرصة لفتح مجالات للصيادين انهم يداروا يلاقوا فرق انتاجية وتساعدهم في تحسين انتاجاتهم انا بس انا قفت عند جملة الاسماك الفخيرة فالفخيرة هنا تقع نوعية الاسماك ندرة الاسماك فكلمني ما هي الاسماك الفخيرة يعني طبعا الحقيقة اللي احنا عندنا البحيرة بتتميز بانواع الاسماك اللي بتبقى عالي في الجودة نزي ما انت لحضرتك بتبقى اسماك البحيرة دي من انقى البحيرات في مصر وعايز اقول كمان هي تعتبر عالميا من البحيرات الليها تميز فيه عدم وجود اي نوع من انواع الملاوسات فيها وده بيدي فرصة ان يكون جوزة الاسماك اللي بتطلع منها بشكل اكبر وده بيساعد لزيادة الفرص التصدرية لنا والحقيقة احنا كان عندنا تميز في الفترة الاخيرة بالالتزام من المصدرين بالمعايير اللي بتحطها الدولة المصرية للسوق المحلي او لعملات التصدير ودي كانت بترفع من الفرص التصدرية لمزيد من الانتاج وتساعد في دعم مزيد من الانتاج عشان يكون فيه فرص تسوقية وانتاجية افضل فدي كمان بتساعد نحن قدر نطور من البحارات المصرية هل يا دكتور نسبة الملوحة العالية اللي موجودة فيها هي ايضا يعني بتزيد من الكواليتي زي ما بنقول او النوعية الفخيرة من الاسماك يعني ان هما يتعايشوا اكتر لانه نسبة الملوحة العالية دي ربما بتساعد اكتر طبعا وإحنا كمان بنحاول نحن نحط حطنات او الاماكن التفريخي يعني مفرخات للأسماك علشان تقدر تساعد ان يكون عندنا زريعة اللازمة لعمليات الانتاج للأسماك والحقيقة كمان نسبة الملوحة احنا عندنا اسماك المياه العزة في تطور كبير كان حاصل فيها اسماك المياه الملحة احنا كمان بدأنا نركز عليها بشكل اكبر للأسماك التي تحمل درجات الملوحة لان دي كمان بتكون مطلوبة خارجيا بشكل اكبر وكومتها التسوقية بتكون لها قيمة عالية الحقيقة فبتساعد في عمليات ديارة الدخل والمردود على اكثر قوم من التوسع في هذه الانواع والحقيقة شفنا العديد من المناطق الانتاجية اللي بد بتهتم بعمليات الاسماك المياه الملحة الى جانب الاهتمام ايضا باسماك المياه العزة اللي بتبقى لها قبول كبير لدى المصريين فاكيد ان شاء الله هيكون في مزيد من التطور في انتاجات البحيرة وفي العائد والمردود من العمل في البحيرة زي ما صورنا العديد من البحيرات المصرية اكيد انا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وزي ما حضرتكم شفتم كده طبعا ده مهمة اوي انه التنمية يعني احنا لما بقى فيه اساسا قناة سويس وقناة سويس كمان الجديدة وايضا نقدر نقول التنمية الموجودة التنمية الاقتصادية حوالين قناة سويس وكمان الاهتمام بكل الاماكن وبكل البحيرات وبكل المناطق بيدي ايضا انه نبقى عندنا فرصة ان احنا نعمل تنمية مستدامة فيه اماكن كتير زي بحيرة البردويل وزي كل الاماكن الاقتصادية الموجودة مازال عندي فقرات كثيرة جدا في التاسعة تنتظركم ارجوكم ابقوا معنا فصل قصير ونعود اليكم تفضل اهلا وسهلا بكم مرة ثانية وزي ما قلنا بما ان الدنيا كورة الدنيا كورة مش بس في مصر الدنيا كورة في العالم كله فانت حتلاقي انه الصحافة الرياضية هي المتربع على العرش الان ويبدو انه العالم كله حس انه عايز يلتقط الانفاس يعني لما بتبقى انت امام ازمات كثيرة جدا خاصة الاقتصادية بتبقى الكورة احيانا بديل بديل مريح جدا ليه لانه انت بتشجع في حماس في رياضة في طاقة في تجمعات في اجواء في ناس بتتبسط في ناس بتشجع اللعبة الحلوة في ناس بتشجع فرق وبعدين الكورة مفاجآت تاخدك في كل حتة لكن على هامش الكورة ومفاجآت الكورة وتحديدا كاس العالم بيبقى في حاجات لطيفة جدا بيبقى في جمهور بيبقى في لفتات في لقطات فمثلا عندنا هنا صور المدرجات اللقطات اللي العدسة الكاميرا بتلتقطها الجمهور الجاملات المدربين لقطة في الكورة لقطة في الكواليس لاعب جول كيبر بيعمل حاجة المهم يعني كل ده كان عين المثور الصحفي اللي بيقدر يستاد بالكاميرا زي ما بيقولوا اللقطة الحلوة زي اللقطة اللي انت شايفينها دي لقطة مشجعة طبعا بتشجع وازاي الناس بتقدر تشجع بهذا الجمال طبعا وخصوصا خدوا بالكو في المباريات اللي فيها اسبانيا والارجنتين والحاجات دي كان فيها الحقيقة مجهود كبير بصوا الجمال حلوة فيه مصور الصحفي فريد قطب اللي عنده لقطات مميزة خلينا نسلم عليه ونقول له مساء الخير أستاذ فريد مساء الخير مساء النور لا تعالي صوتك هو أنت في المدرك أيوة أنا أنا أصور مصر برازيل وسربيا آه أنت بتصور البرازيل وسربيا دلوقتي آه طب والأخبار إيه أنا عارفة اللي لسه فيه تعادل آه لا لسه واحد صفر واحد صفر آه آه واحد صفر البرازيل طيب تماما لسه وانت بتتكلم داخل الجون يعني داخل الجون وش حلو على البرازيل هيا الناس كلها عايزة طيب خد بالك أنه الفرق الكبيرة الناس منتظراها بنتكلم برازيل أرجنتين ألمانيا فرنسا فكذا البرازيل ايه بتعمل يعني ايه بتحاول ترجع للمعادلة بقى فيه فرنسا والبرازيل دلوقتي فيزين تكلمني بقى على اللقطات من شوية كان فيه كده لقطة للجمهور وانت لقطت لقطات لطيفة جدا للجمهور بشكل عام كلمني استنادي اللقطات شكلها عاملت ازاي او الاجواء عاملت ازاي طبعا ما حضرتك جبت شيرة المتخبات الكبار حضرتك قلت المتاحة بالأرجنتين يعني أنا بالنسبالي أهم مطاطي صورته حتى الآن هو مطش أربطين الصادرين ده كان مطش يعني طبعا يونال ميسي يعني حظ صيق معا يعني لما صورته كافة العالم في رسيا عاملت 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 عشر صورته برضو أسناء هزيمة سرخيلة جدا من منطقة فرنسا انت اعتقد صورته هو ماسك راسه ومش متخيل الهزيمة الفضيعة دي أفضل صورة بالنسبالي شورتها الصورة اللي هو اللي صاحبه ده في الأول في المتاحة السعودية وهو الصورة كده وهو بيزقر قدام وش ميسي أيوة الصورة عندي على الشاشة الصورة دلوقتي عندي على الشاشة الصورة بالإيها الصراحة أنا بالنسبالي الصورة دي أنا خلصت بصورة بقى خاصة روعة الحمد لله يعني طبعا عبر رجالة أعتقد طبعا الصورة دي أنا حيبها جدا حيبها جدا الحمد لله صورة عبرت عن المباراة وطلخاصة والحمد لله يعني اسمها لسه عبر لوكالات وعبر صف العالمين الحمد لله ودي حاجة يعني مصابي جدا طبعا لأنه خد بالك الصورة يعني وحن نرجع لها تاني الصورة هنا هي يعني أجابت كل حاجة المواجهة بين الفريق السعودي والأرجنتيني والمواجهة اللي هو زي ما بنقول تتا تت يعني إذا أنت الأرجنتين فلا السعودية يعني وأنا كمان كسبت يعني فأنا أد المواجهة فالصورة الحقيقة كانت بتقدم إجابة إجابة عن النتيجة كمان يعني طب بعد الفوز هلأ عملت بقى لقطات تانية لأنه الحقيقة التشجيع كان عظيم للأخضر زي ما بيقولوا والجمهور السعودي وجمهور العربي اللي نضم إلى الجمهور السعودي فكان فيه الحقيقة كواليس حلوة قوي هو الجمهور السعودي جميل جدا وده مخزيف حتى كمان في تدفيعه طريق يعني دعمه للفرق فبس لا يعني طبعا سيئة طبعا صور فرحة وصور سعادة حتى كمان خرج المدركات الرأس رأس وسعادة من كل المنتخب السعودي الجماهير يعني فرحة طبعا أكيد يعني لا تصف بالمرة يعني السعودية قالت للأرجنتين أنا بابا يالا يعني أيه طبعا وبعدين سكاة الأرجنتين بترقص التانجو فالسعودية بترقص على الدفوف والرقص الخليجي الجميل طيب خليني أقولك يعني وإحنا معاك كده إيه أكتر جمهور لغاية دلوقتي أنت حاسس أنه كان مختلف في الملعب؟ والله هو حتى الآن يعني نتكلم على البطولة دي يعني نتكلم على البطولة دي خلينا في كاس العالم البطولة دي حتى الآن الجمهور المغربي عظيم جدا العظيم جدا الجمهور المغربي الجمهور المغربي شئة عظمة الجمهور كله بيهتها بيهت السماسة واحد كلهم فهمين قوي يعني لا يعني حتى الآن هو أكثر جمهور منظم جدا وطبعا يأتيه في المرتبة الثانية يعني جمهور السعودي صراح جمهور إيه معلش؟ جداء السعودي طيب أنا كمان عندي صور على الشاشة لأحدى طبعا المشاركات ومن الجمهور في كوستاريكا اللي هي حتى زي طووس أو حاجة الصورة دي معبرة جدا هم صراحة أنا بعتبر كاس العالم بيكون زي عرض أذياء عرض نفس تقليدي وكل واحد بيكلم عن ثقافة وبيعرف ثقافة ثقافة كمان كل واحد بيعرض ثقافته عداته تقاليده الألوان اللي بيحبها لأنه كمان كلهم يعني فيه انفعال بص الألوان اللي حقيقة كلهم منفعالين بالألوان طبعا اللي مشي مع اللوم بتاع الفريق بتاعهم أصلا يعني بالضبط كلمني على الجمهور البرازيلي النهاردة عامل إيه؟ الجمهور البرازيلي والله هو أنا عشان خاطر لا طبعا هو الجمهور طبعا عظيم جدا وأنا واتف أستاذ لسيل يعني الشيء عظمة ومالعب حقيقي مليان مليان جدا جدا يعني وطبعا كرنفلات ومفرحين مبيجين يبطوهم حلو تشجيعهم حلو لا شيء عظيم جدا أكيد ايه المفاجآت اللي انت متوقع أن الكاميرا بتاعتك تلقطها زي اللقطة بتاعت ميسي وأيضا الفريق السعودي لا هو أنا الصراحة بأستوقع أن أنا كل ماس بقول يا ربي يعني هو ربنا مجردو بقول يا رب بردو يعني النهاردة مثلا ربنا مجردو مثلا زميلنا أحمد جمعة بصورة عفارية جدا من مطش البرتغال ورونالدو صورة حلوة جدا مع فرحة الهدف وفي الخلفية أظهر يعني ميسي كأنه هو يعني فرحان له بالهدف ودخوله التاليخ أنا محسات هي حالاتي بتبقى يعني هو وليد طبعا هي وليدة اللحظة وانت بتبقى جاهز هي وليدة اللحظة يعني هنا المهارة والحرفية المصور الصحفي فريد قطب أتمنى لك متعة في كأس العالم وأتمنى لك إن شاء الله أن الكاميرا بتاعتك تلتقد أيضا مفاجآت كتيرة نقدر نتكلم عليها بشكرك شكرا جزيلا وأسيبك تكمل المباراة البرازيل وسربيا اللي موجودة دلوقتي على الهواء زي ما بنرجع ونقول أنت في كأس العالم كمان بتلتقي مع الثقافات فدي بتبقى فرصة بتسمع أغانية بتسمع غنى بتسمع ثقافة بتسمع تشجيع بتشوف ألوان المشجعين بتشوف عادات وتقاليد لأنه كل واحد بينقل عاداته وتقاليده يعني فيه ناس كانت بتعلق على الأسماء يعني مثلا في كرواتيا لما مريدتش والجزء الأخير من الاسم إيتش وهي زي ابن حاجة زي مثلا أبو محمد أو أبو حسنين فهم من زمان بيسموا كده فبقى ده مرتبط فالناس بدأت تعرف معلومات ودي فرصة بالذات لما يكون معنا ولادنا والولاد الصغيرين فرصة كده من غير ما تحس بما هم بيتفرجوا عالكورة ندخل شوية ثقافة ونتكلم على عادات وتقاليد دي أحلى حاجة الرياضة بتعملها إن إحنا نروح لعوالم أخرى ونشوف الثقافات المختلفة بتاعتها طيب صحيح زي ما قلت لكم في البداية إحنا منتخبنا الوطني غاب عن كاس العالم طبعا اللي بيلعب دلوقتي اللي موجود عشرين اتنين وعشرين والحقيقة كلنا يعني صحيح الناس كلها بتتفرج بس أكيد كلنا كان نفسنا مصر تبقى موجودة وتبقى حاضرة ومصر تستحق إنها كانت تبقى موجودة وإن شاء الله يعني السنوات المقبلة تكون مصر بإذن الله موجودة وقدرة يكون الملف الرياضي بقى في أحسن حال لكن اللي عوضنا شوية هو الكورة الكورة يعني إيه؟ الكورة اللي بيلعب بيها كاس العالم هي كورة صناعة مصرية في ناس كتير عارفة وفي ناس كتير مش عارفة تعالوا نحكي الحكاية صناعة مصرية يعني إيه؟ شايفين الكورة البديعة دي؟ دي بتصنع في مصانع مصرية بالتعاون مع شركة الأدوات الرياضية العالمية اللي صممتها لكن المفاجأة إن مصر حتكون مركز تصدير الكورة نفسها اللي انتوا شايفينها ليه العالم كله وحتكون معتمدة لأغلب البطولات السنة دي فطبعا دي رحلة والكورة اسمها الرحلة كل كاس عالم بيبقى يعني كل كورة لها اسم بتبقى رجعة لطبيعة كاس العالم موجود فين؟ مكانوا فين؟ ويختاروا له اسم بما إن إحنا في قطر فإحنا في العالم العربي فتم اختيار الرحلة وهي لايئة الحقيقة رحلة صناعة كورة مصرية رحلة حلوة إحنا هنمر بيها للعالم خطوة مهمة جدا إن إحنا نكون في رحلة أكبر علشان نعمل توطين للصناعات المصرية اللي إحنا بنقولها ومش بس الصناعات المصرية والأدوات الرياضية أولا مصر بلد رياضي وفيها ألعاب رياضية كتير وفيها حاجات كتير الكورة شكلها جميل جدا والكورة كمان هتفتح أبواب الاستثمار والتصدير بشكل كبير مش بس للكورة ممكن قوي تدخل معها عدد من الأدوات الرياضية أنت عارف أنه فكرة أنه أنت يبقى عندك الكورة بتعكاس العالم ويبقى طول الوقت مكتوب عليها ميدن إيجيبت أو صناعة مصرية ده فخر حلو يعني وأنا بتفرج على الكورة وهي بتجري في الملاعب ومن فريق لفريق 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 هي كورة مصرية تحس أن أنت برضو موجود وبتشارك وليك وجود وتبقى شكلها حلو السور بتجمع أولا كل الفرق طبعا بتلعب بيها كل الفرق بتتصور بيها وده بيأكد لك أن إحنا قادرين إحنا نقدر نحن قادرون على صناعة ونقدر نعمل صناعة حلوة ونقدر نبدأ نشتغل في حاجات كتير ولما أنت تبقى السنة دي كلها الكورة المصرية هذا المنتج المصري مع شوقة العالم اللعبة لكورة القدم تبقى موجودة في الملاعب العالمية أعتقد دي انطلاقة هتبقى حلوة جدا تعالوا نروح لتقرير في التقرير ده عايزين نشوف كمان سلسلة هنشوف تقرير كده عن حفلات استحدثتها دار الأوبرا المصرية وأعمال لمؤلفي الموسيقى التصورية والدرامية وده في المسرح الكبير أنا بحب قوي فكرة لما يكون عندنا في المسرح الكبير يبقى بنسمع موسيقى دايما بتمنى لأنه البلد دي بلد موسيقى وبلد يعني الألات الموسيقية موجودة في مصر منذ القدم موجودة منذ الحضارة المصرية القديمة منذ المصري القديم فانت طول الوقت انت بتبقى قاعد مستمتع وعشان كده لما مثلا بتروح وتحضروا مثلا بحفلة الأوركسترا كبير أو حفلة موجودة في دار الأوبرا زي مثلا ما بتسمع الموسيقى را عمر خيرت وتبقى الحفلة فول هاوس زي ما بيقولوا أو كامل العدد والناس بدأت تنفعل مع هذا النوع يعني أنا بتمنى أن احنا طول الوقت يبقى عندنا برضو مشاركات ونسمع وبيحصل دايما بتلاقي في مسارح زي الأوبرا والجمهورية تلاقي مثلا حفلة ما بين تشيلو ومثلا كامانجا أو تلاقي بيانو في حفلات كتيرة للبيانو أو حفلات بشكل عام أو إيقاع كان في حفلات للإيقاع لما يكون كمان فيها أوركسترا أوبرا القاهرة كلها كل حاجات دي بتبقى حلوة والناس بتستمتع جدا بيها لأنها نوع من أنواع الفنون الرقية من الكورة للموسيقى احنا كده في مزاج حلو علي تعالوا نسوف هذا التقرير وأقود واستكمل معكم باقي فقراتنا لهذه الليلة أرجوكم ابقوا معنا يعني دي مفاجأة بصراحة والحمد لله أن الجمهور إحنا في أساتذة أسسوا لكلام ده قابلينا أساتذة عمر خيرت على أساتذة كل الناس أسس الموضوع ده وأوجد الجمهور ييجي للناس اللي بتعمل الموسيقى مش أغاني يعني أنا وزمايلي كلهم يعني كل الموسيقيين التانيين ده بالنسبة لنا حاجة جميلة جدا وكنا يعني فيه متفاجئين بالجمهور وأن الناس عايزة كده وده في حد ذاته مؤشر حلو لنا أعمال خالد حمد أعمال رائعة مكتوبة بتقنية جيدة جدا لأنه خالد اللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش مش بس مؤلف موسيقي لكن هو درس إخراج ارتباط موسيقى بالشاشة وبالأفلام بتاعتها ارتباط رائع الموسيقى سهلة للمستمع العادي لرجل الشارع لكن كمان مكتوبة بعناية شديدة للأوركسترا فدي حاجة إحنا كمهنيين بنسعد بيها لكن كمان هيسعد بيها الجمهور موسيقى فيها ميلودي واضح فيها بصمة واضحة وزي ما بقول سهلة لرجل الشارع ودي حاجة طبعا بيفتقدها موسيقين كتير اتأخر كتير كتير بجد يعني إحنا لما عرفت الخبر أن أستاذ خالد أخيرا هيعمل حفلات في الأوبرا اتبسطت جدا وأول كلمة قلتها أن دي خطوة تأخرت كتير وبس سبحان الله يمكن ده التأخير ده كان جميل أنه النهار ده عمل استقبال كبير قوي 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 لخالد حمد في الأوبرا الناس كلها متشوقة جدا أنها تسمع وتستمتع واستقبلوه بحفاوة فضيعة فيمكن التأخير ده كان سبب من أسباب ربنا أن الحفلة تحصل فيها كده هغني من ألحان طبعا أستاذ خالد العملين اللي قدمتهم معاه غنيت معاه جاي على بالي تيتر مسلسل راجعيني هو مع النجم طبعا متحط صالح كان لسه آخر رمضان والتاني حاجة طبعا خاتم سليمان اللي أنا باعتبرها من الحمد لله من أنجح أغانية موسيقى مبسوطة جدا نهاردة في حفلة لأستاذ خالد حماد لأن أنا بحبه جدا من أيام طفولتي ومراقتي وكنت بسمع تركات كتير لي وخصوصا يعني كموسيقى تصورية أنا بحب قوي الفن ده ويعني فنانين كتير كمان جايين من ضمن المبادرة بحبهم غير الأستاذ خالد حماد زي أستاذ أشرف زفتاوي وعاد الحقي ومستنية حفلاتهم بفرغ الصم أنا مبسوطة طبعا الحفلات دي في الأوبرا مرة تانية مبسوطة أنه يعني رجع التاني يتبقى موجودة بعد فترة كورونا وبعد أوقات كتير صعبة يعني عدت هنا بس يعني جاية أستمتع بكل الميزيك اللي هتتعرض يعني طبعا في جمهور كتير يعني حفلة تقريبا كتكومبلي من أول من تيكتز نزلت وده مؤشر كويس قوي مؤشر جميل لأن الناس دلوقتي بقى فيه ثقافة إن إحنا ممكن نشوف مين اللي عامل موسيقى للعمل ده أو للفيلم ده فالموسيقى التصويرية حاجة هامة جدا والناس بدأت تأخد بالها من ده بدأت يكون فيه جمهور للحكاية دي وده مؤشر جميل طبعا إن شاء الله يستمر ويتطور من زمان بشجع البرازيل بس السنة دي ممكن أتوقع فوز فرنسا أو إنجلترا بشجع البرازيل ماشي؟ أتوقع مين هي كسب مش عارف والله توقع فرنسا ولكن طبعا لو فيه أي مفاجآت تانية يعني مني صعب يعني بس أنا شايف فرنسا يعني المستوى بتاعها من شاء الله كويس بر الماتش اللي حصل بتاع الأرجنتين أصلا وقطر أرشح السعودية ممكن توصل لدول الأربعة ممكن على المستوى لقدته قطر ممكن في دول التمانية لو هنشجع يبقى هنشجع السعودية تونس قطر كدول العربية لو نتوقع هيبقى للأرجنتين للبرازيل نشجع المنتخب السعودي ونشكرهم على الشكر على الأداء الرائع وأتمنى لهم الفوز في النهاية بإذن الله أنا بشجع البرتغال إنما برقح أن البرازيلية لتكسب كسا عام السنة الله أنا شايف أنا كمواطن مصري وعربي طبعا بعض الظهور اللي ظهر بيه الأخضر السعودي طبعا أنا معهم قلبا وقالبا زي بيئة الوطن العربي لأنهم دول لا يمثلون أنفسهم فقط مصروا العرب وإحنا مش موجودين في كاس العالم فإحنا لينا حد موجود في كاس العالم أنا بشجع السعودية وأتوقع إن البرازيل هي اللي تكسب بشجع الدول العربية السعودية تونس المغرب وإن شاء الله السعودية قامت يعني مرشوط حلوة جدا نبارح بالأخص في بارش الأرجنتين ودوقتي يعني أنا ملاحظناها يعني دي بطولة مفاجآت أقول لك مين ياخد البطولة؟ لا يعني بالنسبة للمسابسة رجال الأرجنتين شفناها فلا بعيد الدنيا لا يعني لا ما نعرفش مين ياخد لسه كاس العالم والله أنا أتمنى وإن شاء الله بإذن الله دي حاجة من عند ربنا أتوقع إن شاء الله بإذن الله أنا منتخب السعودية تنشي في الشارع تقعد على القهوة الدنيا كورة والناس كلها الحقيقة بتحب الكورة تشجع زي ما انت عايز انت براحتك بس الحقيقة يمكن الإحساس العربي إن احنا كمان نتمنى للفرق العربية إنها تقدر تعمل نتائج الحقيقة تسعدنا وتقدم الكورة العربية كمان بشكل كبير النهاردة ضفتي إحنا اتنين كابتن يعني كابتن نجوى مصطفى ناقضة صحفية متخصصة في كرة القدم وأنا حسمي نفسي كابتن شافكي يعني إيه رأيك؟ أتشرف بيك يا كابتن شافكي النهاردة الحقيقة حندي أجازة بقى للسادة الرجال هو ليه دايماً السادة الرجال هم المسيطرين حتى على البرامج الرياضية يعني قليل قوي للبنات؟ بالعكس الفترة الأخيرة بدأت تضغير ظهر جيل كبير من الصحفيات الرياضيات المتخصصين الفاهمين كورة وبدأوا ياخدوا مساحة كبيرة ما كانتش يمكن موجودة في السنين قبل كده لأن معروف إن قرة القدم لعبة زكورية أو رجالية في الأول وفي الآخر ولكن شغف البنات بالكورة بدأ يزيد والناس بدأت تهتموا وتتابع دوريات محلية تقول لبالك الفيفا دايماً يقول لو ما فيش كورة نسائية في الملاعب بيبقى في عقوبات فإذا هي بيدعو المرأة أنها تبقى موجودة طول الوقت دي حقيقة الفيفا زي ما حالك قلت بيهتم بكورة القدم النسائية بطولاتها بنظم لها بطولات لا تقل أهمية عن بطولات الرجال كاس عالم أكس أمم وبعدين فكرة أن السيدات قادرون إحنا موجودين تعالي نبدأ نلعب إحنا بدأنا نقدر نقول من كام يوم أو يعني في الأسبوع الأول صحيح هي الدور الأول خلاص الدور الأول خلاص المتشاط الأولى من الدور الأول عندنا مفاجأات أول مفاجأة كانت المفاجأة السعودية صحيح أرجنتينو السعودية عندنا مفاجأة بتاعة أسبانيا كوستريكا مش مفاجأة قوي هي يمكن عشان النتيجة كانت الرقم السكور كان كبير ولكن كان متوقع فوز أسبانيا على كوستريكا منتخب كوستريكا مش بالندق القوي لمنتخب أسبانيا أنا بس ممكن تبين تلاتة بس ما يوصلش للرقم اللي بقى مجدت سبعة جنة. فعلا فعلا يمكن صحيح يمكن بعد فوز. ألمانيا برضو ما كانش متوقع. لا ألمانيا الناس طول الوقت كانوا مستغربين فوز منتخب اليابان على منتخب ألمانيا. ولكن منتخب اليابان منتخب قوي جدا لأن معظم اللاعبي بيلعبوا فعلا في الدوريات الأوروبية. شوفنا تصريح الجوزين مورينيو كان طبعا المدرب البرتغالي الكبير كان بيقول أن فوز منتخب اليابان مش مفاجأة لأن العناصر كلها بتلعب في الدوريات الأوروبية واخدع عقليتها مختلفة عن اللعبة في أسيا. كمان قال نقطة مهمة جدا قال أن منتخب ألمانيا بدأ المطش بكل الغرور وغرور الكورة دايما معروف أنه هو للأسف بيؤدي النتائج سلبية. هو سمها الغرور الأوروبي. أن معظم فرق أوروبا دلوقتي أو منتخبات أوروبا بتدخل مطشطها بحالة من الغرور. اللي هو أنا الأوروبي القادم أنا ملك الكورة. صحيح صحيح. ولكن نظريا لا كان متوقع تعادل أو فرق هزيمة يعني فرق جول على الأكثر. يعني ولكن فكرة الروميونتا دا والعودة تقريبا في ربع ساعة بس من خسارة واحد سفر إلى اثنين واحد هي دي اللي كانت بعض المفاجأة. شديدة. هل دي ممكن تهزة ألمانيا؟ تهزها يعني أو تغير التكنيك؟ لا منتخب ألمانيا سبق وقبل كده خسر في الدول الأول وكسب كاس العالم. صحيح. ويمكن المطش الأول مش مؤشر لأنه هو يقدر يرجع في المطشات اللي بعد كده ويصعد للأدوار الإقصائية. فالمطش الأول مش من خياس لأي حاجة. يمكن كان المنتخب ألمانيا في 2018 كسر على 2018 في روسيا هو خرج بالفعل من الدور الأول. صحيح. ولذلك كل المفاجأات وردة. طيب نروح للسعودية. يعني حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي كل عنوين الصحف الرياضية تتحدث عندها. واستعملوا حتى بعض المصطلحات اللي حتى ما تمشيش مع الكورة. يعني اللي هو إزاي ده حصل وإزاي ده كده. ميسي وصوره والأزمة واللي مقبودة عنه. فهل كان متوقع أن السعودية تحقق النتيجة دي؟ لم يكن متوقع لإطلاق. ويمكن شركات المراهنات حول العالم خسرت 160 مليار دولار. 160 مليار دولار. نتيجة أن محدش كان متوقع أن ممكن منتخب الأرجنتين يخسر. مش هتعملها تين. يخسر. وإدوا درس أنه يعني العرب قادمون. لا. خلينا نتكلم أن المنتخب السعودي لعبيه ورينار مدربه. هم فعلا إدوا درس أن كرة القدم لا تعطي إلا لمن يستحقها. هو بالفعل لعب شوت أول تكتيكي جدا اللعب على مسيات التسلل. شوت ثاني كان رائع. بتكتيكي مختلف تماما. وتكتيكي جديد أو غير اللعب بشوت الأول. هو لعب في الشوت الأول على مسيات التسلل. ثلاث أهداف بتتلغي المنتخب الأرجنتين الرجولة. في صورة هي موجودة على الهوى من الماتش. والماتش الحقيقة حتى صوره ملأة كل الصحافة الرياضية. لأنه هو من المفاجآت. ستفضل هذه المباراة مباراة تاريخية. مفاجأة وأداء قوي لمنتخب الأرجنتين في شوت الأول. ثلاث أهداف ملغية. ضرب الجزاء بسجل منها طبعا ميسي. الإقاع في شوت الأول كان سريع وسيطارة لمنتخب الأرجنتين. فجأة بيحصل في الشوت الثاني ريمنتادة. نتيجة أن اللعيبة بيكلموا أنهما بين الشوطين المدرب. دا لهم جرعة حماس هي اللي قادتهم للفوز والانتصار ده. هيرني رينار مدرب السعودية. قال قبل بداية البطولة أن منتخب السعودية سيصعد للأدوار الإقصائية. الجميع استنكر. وقال لك يعني بيقول كده وخلاص ده المدرب بتاعه. صحيح. لأن منتخب الأرجنتين. حتى بصي الصور يا نجوة. الصور كلها فيها تكنيك. هو مدرب عبقاري. آه يعني الصور فيها تكنيك. في لعبة على الكورة. في لعبة على المواقع المختلفة. في تكنيك. يعني أنت هنا لما تشوفي تقولي ده فريق بيلعب. مش فريق بالحظ. والفكرة أنهما لم يكتفوا بالتعادل. يعني يمكن اللي حصل مع تونس والمغرب أنهما كتفوا بالتعادل. يمكن كانت تونس هي الأقرب للفوزة على الدينمارك. يمكن أنا وقتها كتبت وقلت أن تعادل بطعم الخسارة لمنتخب تونس لأنه كان قادر على الفوز بالمطش دي. لأن منتخب الدينمارك مش من المنتخب القوي. ولكن اللعيبة كان في الضيئة تقريباً 85 كان فيه تبديل. لعيبة منتخب تونس بتسلم على وعده وهي بتضحك راضين عن التعادل. لعيبة منتخب السعودية لم يكونوا راضين بالتعادل وكانوا يلعبوا على الفوز. هنا العقلية المختلفة. هل كمان الروح الرياضية اللي نزل بيها الفريق السعودي. وأنه كان دايماً بيتقال لهم إحنا عايزين كنت لعبوا الكرة حلوة. إنسوا النتيجة إنسوا كاس العالم. إحنا عايزين أداء مشرف. فالروح وإنه هو نازل يلعب بجد. هو مش قلقان من نتيجة. دي اللي خلت النتيجة القوي. وفي عامل مهم جداً هو وجود الجماهير بكسافة. يمكن إحنا بنقول إن للأسف منتخب مصر غياوه عن النسخة دي. شيء يعني مش جيد. لأن كان عنده حظوظ بوجود الجاليات أو الجاليات المصرية في قطر. أو المصريين اللي كانت تقدر تسافر. كان هيكون بكسافة جديدة جداً. أكتر من ما حصل في روسيا مثلاً في النسخة اللي فاتت. فكان وجود الجمهور هو عامل قوي. يعني حسناً يقول إن الجمهور لاي عبر رقم 12. هل الجمهور هنا فرق؟ يعني أنا هحط لك ثلاث مباريات. مغرب، تونس، السعودية. تأثنين تعادل تونس والمغرب. والفوز للسعودية. هل هنا الجمهور والتقس فرق؟ أكيد وجود الجمهور عامل مؤثر لأي فريق. سواء منتخب أو نادي. يمكن شفنا إن جمهور التونس تحديداً كان يعني في اللقطة اللي أنا أقول الحراكة عليها إن اللعيبة رادية بالتعادل الجمهور كان بيبكي. لأنه شايفين إن الفوز كان قابق أو سيناء أو أدنى. والدنمارك فرقة مش سهلة كمان ياه وتونس عملت مباراة كويسة جداً. صحيح كويسة وكانوا مسكين كرة وكانوا يقدروا يفوزوا. طيب الكرة السعودية والمنتخب السعودي هل تتصوري في ناس بتقول إنه ممكن يوصل لحاجات أعلى من كده بكتير؟ وارد أنه يعني على الأقل ممكن يوصل لدور 16. ممكن يكمل لدور 16. صحيح وطبعاً الأدوار الإقصائية خروج المغلوب ضيحة يعني بجد ملهاش كبير. احنا شفنا البرازيل بتخرج بضيحة قبل كده من ألمانيا. فهنا بيكون في الأدوار الإقصائية ملهاش كبير كرة القدم طاعة لمن يستحقها. أكيد طيب أنا عايزة أخد الأرقام معاك يعني عايزة لما أقول الأرقام الكبيرة لما أقول 7-0 أسبانيا كوستاريكا لما أقول إنجلترا وإيران 6-2 مصرين كانوا مبسوطين من نتيجة. علشان كيروش. واليابان طبعاً أتنين يعني فيه هنا برضو عندنا أرقام. خيانا نتكلم في رقم 7 ورقم 6 أرقام برضو كبيرة على كهس العالم في الأيام الأولى والمجموعة. لا حصلت قبل كده كتير ويمكن شفنا 8-2 وشفنا 10-0 كانت أكبر نتيجة حصلت قبل كده. ولكن هي بتكون مين الفرقتين اللي بيلعبوا قصاد بعض. وشكل وطريقة اللعبة هل هي بتسمح بإحراز مزيد من الأهداف ولا لا. أحياناً بنقول بلغة الكرة الكرة حب الفريق فالشبكة مبتسمانة. فالشبكة مستنياة. صحيح. طب هل مثلا وإنا قلت أسبانيا كده تاخد طاقة ولا لأنه الفريق اللي قدامها ضعيف. وممكن أسبانيا ترجع للأرقام بتاعت 2 و3 و1-0 وتعيده. لا 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 خالص. زي ما قلت الحرية كان المطش الأول مش مؤشر. سواء لفوز بنتيجة كبيرة وارد جدا أن هي تخرج من الدور الأول. تمام؟ مش مؤشر لهزيمة أو عدم استمرار أو صعود. كيروش حكم على مصر إنها ما تدخلش وهزم إيران في... بنتيجة موزلة. بنتيجة موزلة. فأنتي شايفة إيه مع كيروش؟ كيروش كان عليه علامات استفهام كتيرة. وكان فيه رفض جماهيري لطريقة لعبه. هو تقريباً اللي خرجنا من التصفية. اللي يجي على المصريين. ما بيكسبش يا أصدر شايفكي. ما بيكسبش أبداً اللي يجي على المصريين. طب تعالين لوح لنتائج النهاردة. النهاردة عندنا سويسرا والكاميرون و1-0 البرتغال وغانا. هنا بنتكلم على... هنا كان مطش مميز جدا. طبعاً رونالدو كمان. والناس بقى بعد ميسي عايزين شوفوا رونالدو هاعمل إيه؟ ويمكن كان فيه لقطة لزميلنا أحمد جمع. لأن حرارة كنتي عاملة لقطة جاي باحتفال رونالدو بصورة الخلفية الميسي. صحيح. يمكن الصناع الأعظم حالياً على الساحة العالمية أو كروية. المطش كان مسير جداً. 3-2. 3-2 صح. ولد دقايق الأخيرة كان فيه فرصة لمنتخب غانا أنه هو يرجع. يمكن كانت من الأمور اللطيفة أن لعب غانا أو كاري في الجنة الثانية اللي سجله احتفل بطريقة رونالدو. أيوة. ويمكن برضو النهاردة على ذكر مطش الكاميرون كان فيه لحظة أو لقطة مؤثرة جداً. أن لعب منتخب سويسرا هو أصلاً كاميروني مجنس. أيوة صح. ولما رفض الاحتفال قصود كرة القادر. أيوة بالضبط. قصود كرة القادر. البرازيل محققة كمان 2-0 على سربريا. وكان الناس متوقع عليه أن سربريا فريق قوي. منتخب البرازيل لا. منتخب البرازيل دلوقتي السكواد بتاعه عالي جداً وكبير جداً. وهو من المرشحين للفوس باللقب هو منتخب فرنسا يمكن تحديداً. لا متوقع أن البرازيل تبعد أبعد بكتير من الدول الأول. طب ما ترتبيني الفرق. يعني قليلي بقى دلوقتي بعد المباريات اللي احنا شفناها بكرة كمان فيه مباريات مهمة. ولكن بعد المباريات اللي احنا شفناها رتبيلي الفرق. من أحسن فريق؟ من أحسن مدرب؟ من أحسن جمهور؟ يعني رتبيلي سواءة حاجة كرة. أحسن مدرب طبعاً هو هيرفي رينار. عمل مطش تيكتيكي بالمقام الأول. عرف إمكانيات لعبته واشتغل عليها. هو يستحق مدرب الجولة زي ما بنقول. يمكن اللعيبة كتير عملت مطشات مهمة. يعني مثلاً هنلاقي جيرو في منتخب فرنسا سجل هدفين. وجيرو ده احنا بنتكلم عنه دايماً أنه هو لعب مودي. أيوة صح. بمود. بس عمل يعني. عمل مطش عظيم. والجول بتاع اليابان. ده الجول بتاع اليابان تكنية عالية قوية. بالزبط ويمكن كان حارس مرمى السعودية العويس كان متقلق جداً. يعني تقريباً كان هو فعلاً نص الفريق. طبعاً. في مقش الأرجنتين. في مقش الأرجنتين وكله. صحيح. وبأداء وبسالة رهيبة يعني يشكر عليها. طيب. مين الفرق اللي انت خايف عليها من البداية؟ يعني شايفة كده إنه وما راحين في سكة مش مفهومة. هو طبعاً الخوف على الفرق العربية والأفريقية. يعني النتائج كانت جيدة على البعض. ويمكن منتخب السنغال. ولو إن إحنا مش بنحبهم قوي دلوقتي. أيها بالزبط. تمام. منتخب السنغال قدام هولندا عمل مطش مهم جداً. وكان فعلاً جيم حلو. ولكن كان يعني منتخب هولندا منتخب محترم. قوي. محترم. وفعلاً مديرهم الفني قدر برضو يدير اللقاء بحرافية شديدة. أو يعني بفنيات عالية. هي اللي حكمت الأمور لكفته. اللي يتخاف عليهم منتخب. ما إحنا كده بسي إحنا بنتكلم على هزيمة كاميرون والسنغال. كاميرون والسنغال. وقطر. وغانا. وقطر. وبعدين عندنا اتنين تعايدوا. المغرب. وتونس. وارجوي. وكوريا الجنوبية. منتخب أورجوي النهاردة يمكن مثلاً خلينا نقول أن فالفيردي لعب منتخب أورجوي. بالرغم من التعادل. ولكنه كان هو رجل المباراة النهاردة. ما أنا بزماتش. فالفيردي تحديداً أنا أتوقع عليه في الأدوار اللي جاية. هيكون عامل مؤثر جداً. لو تم تحريره من اللعب كلاعب خط وسط. وتقدم قدام كمهاجم. زي ما بيحصل معه في ريال مدريد. وأعتقد أنه هو هيكون يعني خلينا نسميه يعني فارس مهم في منتخب أورجوي. وممكن يبعد بيهم لبعيد. هل الفرق الأوروبية حسب أنها في أجواء جديدة عليها؟ أجواء عربية جديدة؟ هم حاسين بكده ورفضين ده بالرغم من أن كلنا عارفين أن لو سافرنا أوروبا بنلتزم بقوانونهم الصارم. هم رفضين يعني فاهمين أن دولة قطر دي دولة عربية ما تفردش قوانونها علينا. في حين أن الفيفا نفسها أيدت القرارات اللي ألزمت لفردتها دولة قطر. ومن حقها كدولة مستضيفة للبطولة هي يعني كلها يعني خلينا نقول قرارات مش مكحفة. هي بتحافظ على هوية الدولة؟ هوية الدولة وبتحافظ كمان على الصالح الرياضي. خليني مثلا أقول أنه كمان هم مش عايزة أقول أن الجو غريب عليهم لأنه معظم مثلا الفرق بتاعة أمريكا الجنوبية تقصى حار عندها. صحيح. فمش جديد عليها تقصى حار. تقصى حار هناك. يمكن أوروبا بس شوية ممكن مختلفة. والحقيقة أن قطر اللي عامل نجاح مبهر حتى الآن في تنظيم البطولة الجميع بيشيد بفكرة أن هم عملوا تكلفة تنظيم البطولة دخلنا في 200 مليار دولار. وده رقم ضخم وهو الأطخم في التاريخ. طبعا. علشان يخلي التكيفات تتعامل بتكنيك معين تكون مكيف علشان درجة الحرارة الجميع يعني ترضي الجميع سواء اللعبة أو الجمهور. ولكن دي دولة طب مثلا في جنوب أفريقيا لما تلعبت سنة 2010 جنوب أفريقيا برضو منخة قاري في الصيف صيف شديد وفي الشتاء شتاء شديد. صحيح. فممكن الفرق إيه بغريب. بس في بقى بعض التقص الحلوة يعني أنا مثلا في صور كتير تلاقي الناس لابسة الغطرة. صحيح. الأجانب. وهنا فرد الثقافة. في بقى إيه الثقافة كمان العربية موجودة والثقافة الإسلامية موجودة. صحيح. هنا فرد الثقافة. في ناس مستمتعة بالأدان يعني ناس شفت تقارير مثلا على بعض المحطات الأجنبية. أقولك ده فيه أدان في الفجر يعني وشايفين من دي حاجة روحانية لطيفة. يعني يعني إذن فيه فرد للثقافة زي ما أنت قلت. بالضبط. وده اللي رهنت عليه قطر وده اللي نكحت فيه حتى الآن. فرد ثقافتها وهويتها على كل الجمهور أو الوفود اللي جاية ليها من كل أنحاء العالم. والجميع انتسل اللي اعترض بعض فرق معينة وكان فيه تقريبا عشر منتخابات هما كانوا بيطلبوا قبل البداية للبطولة. والمفروض أن هما عارفين كل واحد عارفه رايح بلد فيها إيه نظامها إيه وضعها يعني وضعها الثقافي وعداتها وتقاليدها. واللطيف أنه هما بيحترموا بقوانينهم ومحدش يجرؤ أنه يكسر قوانينهم في بلادهم. ده أكيد. بالضبط أنت حارف لو سفرتي مثلا دولة زي ألمانيا وانت عارف القانون الألماني قد إيه صارم. جدا. تمام محدش بيقدر يعترض. طبعا ولا الإنجليزي يعني الإنجليزي أكثر سنوات. ما كمان. طيب خليني برضو أعرف منك كده مين اللعيبة الغايب دلوقتي كانوا منورين في الملاعب. يعني غير اللي احنا معتدين عليهم. يمكن كان النهاردة خلينا نتكلم عن كريستيانو ورونالدو دايما بنقول أولا هو اللاعب دلوقتي الوحيد في التاريخ كاس العالم رونالدو دايما بنقول أنه هو حجر زاوية مهم جدا في منتخب البرتغال ولاعب مؤثر. رونالدو دلوقتي مش بيلعب في أي فريق بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بضبط ولكنه لاعب يحدث الفارق. يمكن حرك وانا بتفرج على الماتش قبل ما يجي لحضرتك. رونالدو بعد ما تم تبديله هو واقف على اللايم برا هو مدرب بيوجه اللعبة. يمكن كان فيه لقطة طريفة في الآخر لما حرس مرمى منتخب البرتغال كان هيخطأ قضاء فكان منفعل. بيقول له يعني طلع الكورة يعني كان المهاجم غانا جاي من وراء. كان ممكن يتعادل في آخر ثواني في الماتش. انت عارف انا دايما نقف عند العقود الخاصة بميسي ورونالدو. يعني انا كنت فهمة انه لو ساب الفريق لازم يدفع الشرط الجزائي. صحيح. فعرفت انو فيش شرط الجزائي على الاتنين. صحيح. هي دي عقودهم. يعني انا حمشي واخد الباب وراي وقت لما اكون عايز وديك فلوسك وامشي. يعني فدي برضو بتديهم قوة ونفوذ يعني. لان هما يا أستاذ شافكي كريستيانو ورونالدو وميسي. احنا زي ما قلت حريك في اول كلامنا انو دول الاثنين اللاعب الأعظم حاليا. طبعا. في كرة القدم في العالم. اللاعب لما بيكون النجم هو اللي بيقدر يفرط شروطه على النادي. صحيح. يمكن شوفنا مثلا كيليني امبابي لما جيه جدد عقده مع بريس سان جرمان. جدد عقده برقم يصل لمليار. صحيح. رقم ضخم جدا بشارط جزائي يدحك باشتراطات سواء لعب المباريات عددها سواء شارط الكابتن كانوا بيكلموا فيها. هو زي ما بيقوله هو الايد اللي فوق يعني هو الابرهند. هو اللي بيقرر. صحيح. وهو اللي بيقول اسمه وحاله لانه يعني احيانا بيتحرك الفريق على اسمه. صحيح. يعني فده حقيقي ويمكن كمان لو بنقول رونالدو يعني منشستر يونيتد ووشه مش حلو عليه قوي يعني. مع ان كان بداياته عظيمة مع منشستر يونيتد ولكن اللاعب بحكم كبر سنه واداءه في الملعب ما بقاش يعني مش هيقدي زي ما كان الاول وضغط. مش مفتقدين محمد صلاح تحسي انه مش منحظه عدم موجوده في كاس العالم. جدا. يعني كلنا مفتقدين والحقيقة. ويمكن الحظ السيء لسادي يوماني هو كمان صابته مش موجود في السنغال. صحيح. وتحسي انه مباراة السنغال لو كان موجود. كان وجود سادي يوماني كان هيفرق جدا مع منتخب. بس شوفي القدر سادي يوماني كان قدام صلاح في مباراة في مصر. مصر خرجت والسنغال راحت بس من غير سادي يوماني. لا هو القدر. في قدر غريب كده. لا القدر الغريب فعلا ان كيروش اللي كان بيدخب بيدرب منتخب مصر هو اللي صعد مع ايران او بيدرب ايران. ومعادين وخسر مع ايران. لا مش مش دي قصة انه هو يعني هو خرج قدام استنغال واستنغال سادي يوماني لم يذهب وكيروش هو اللي زهر. صح. صخرية القدر. صخرية القدر ومفاجئات كرة القدر بتتفرجي فين بقى؟ في البيت. وجوزك بقى بيسمع بقى لتعليقاتك يا ما تيجي تقول ده كان مفروض ولا هو يقولك استني بس انت هارفة رجالة انا بس هقولك الحكاية ايه. ولا بيشوف ملاحظاتك وبيستمع لها. لا لا انا وهو طول الوقت بنتناقش لان انا جوزي فناتك جدا بالكرة فبنفضل نتناقش طول الوقت ولو كان نزل ومفروض يقدم ومفروض ياخر. عملك يعني حساب يعني وتقل يعني. يعني مقدر يعني. لا مقدر جدا. مقدر جدا وحنا مجانين كرز يا بعض. اه فيعني فتمام يعني. اه الحمد لله. يعني مش مجرد انه يعني يعني مراته بقى عادة فهو بقى. لا لا انه عارف ان ده اصلا شغلي. الشغل ده في البيت. لا لا ده شغلي في الاول في الاخر وسانيا انا بحب الكرة من وانا صغيرة لان انا طلعت في بيت اصلا كروي. ويمكن كان فيه اهلوية وفيه زمال كوية يعني جوا مدرجات الثالثة يمين والثالثة شمال ده انا طلعت لقيته موجودة عندي في البيت ومن هنا تجي حبي وشغفي بالكرة اصلا. طيب احنا مش موجودين في كاس العالم بس الكرة المصرية الصناعة هي اللي موجودة في كاس العالم. رأيك ايه في الحكاية؟ لا طبعا مشروع مهم جدا وانا بشكر كل القائمين عليه. فكرة ان كرة مكتوب عليها صنعة في مصر هي دي الكرة اللي بتجري في الملاعب. اللي بتجري في كل الملاعب واللي هيلعب بها مطش النهائي والفائز باللقب هو اللي هيلعب بها تسويق مهم جدا يا سيدا شافكي. طول الوقت كنا بنتكلم ان كرة القدم صناعة. مش بس في جوه الملعب لا خارج الملعب كمان. ده اللي بيكسب الاندية بره المليارات الكتيرة اللي بيتم وجودها في ميزانياتهم. احنا الحمد لله بدأنا نفكر صحي. بدأنا نفكر نستثمر ازاي في كرة القدم. مش بس مجرد ان احنا يعني بنعتمد على المكافئات الفوز بالبطوات الافريقية مثلا او كده. لا فكرة وجود صناعة لكرة القدم هو ده. كرة هي منورة وجميلة وحاجة رقية جدا وحلوة. يعني اعتقد برضو ايه يبقى عندنا برضو نفس يعني فيه فيه ايد مصرية مشاركة يعني في كاس العالم يعني. صحيح. وحتى تواجد الجمهور كتير مصري هناك. الجمهور المصري الحقيقة موجود. صحيح. وانا كنت سعيدة بيه لانه كان بيقازر الحقيقة كل الجماهير العربية اللي موجودة شفناه مع السعودية شفناه مع تونس. قوليلي بالنسبة لمباريات الغد توقعات كده شوية توقعات. يمكن بكرة فيه مواجهة افريقية وعربية قطر والسنغال هو يمكن الماتش اللي الجميع هيتابعه. السنغال بتلف علينا كده كلنا للأسف. للأسف والاثنين خسرانين في الجولة الأولى وبالتالي يسعوا للفوز وان كنت اتوقع ان الماتش ممكن يخلص تعادل او فوز السنغال بفريق هدف مثلا بالكتير. تمام تمام مباراة لانجلترا وامريكا منتخب الامريكا يمكن هو المفاجئة. الحسان الاسود منتخب امريكا اعمار اللعيبة صغير اللعيبة كلها مميزة بيلعبه بشكل مبهر في الملعب. انا بصراحة حبيبتهم جدا. ففرصة ليهم منهم يا صعدوا يعني شوفي رغم انت عندك من امريكا اللاتينية بفرق يعني اسودة. ففرصة بقى ان احنا نشوف ان امريكا نفسها فريق يعني يظهر كده. وكان ما تشوفهم مع ويلز في الجولة الأولى كان ماتش حلوة قوي. كان حلوة قوي وكانت الكورة رايحة جاية لاخر لحظة احنا كنا مش عارفين. تتوقع ايه دينا توقعات انجلترا برضو عايزة تعلي صوتها في الملعب بكرة. اعتقد ان النفوذ انجلترا على ايران الماتش اللي فات بنتيجة كبيرة هيدلهم دفعة مهمة جدا قدام. وكمان خلينا نقول ان الاعمار الصغيرة اللعيبة تحمل جانبين جانب ايجابي وجانب سيء. جانب الايجابي ان اليقاء البدنية. والسيء عدم الخبرة. وهنا خبرات منتخب انجلترا هي اللي ممكن تحكم. ممكن تكون هي اللي تحكم. ترجح كافة. ممكن نقول الخبرات وبردو الفوز. طبعا الفوز بنتيجة كبيرة بيدي ثقة. الفوز بيدي ثقة. مين كمان هيلعب بكرة. بكرة في ويلز وهولندا. تمام. وايران كمان بكرة. بالزبط ويلز وهولندا. ويلز مع ايران بكرة. ويلز مع ايران اه. اعتقد منتخب ويلز ويمكن كان مفاجئة. منتخب ويلز كان جارس بيل. عمل ماتش كويس. الماتش اللي فات. اعتقد جانب ويلز ممكن طبعا على شان كيروش يعني. ايه. هو اللي ممكن. حظه بقى. حظه هيكون سايق ان شاء الله. طيب. اخر. اخر حاجة. ايه اكتر حاجة اللفتت انتباهك بقى عموما في كاس العالم. هذه النسخة الجديدة العربية. اللفت انتباهي التنظيم الجيد جدا. اللي كان. مش هنقول مفاجئة. ولكن قدرة قطر على تنظيم حدث بالحجم ده. هو يمكن كان التحدي الأكبر بالنسبة له. فكرة كاس العالم. وجود جمهور. احنا بنتكلم في 2 مليون مشجع في دولة صغيرة. وقدرتهم على احداث التوازن. والتوازن ده كانت حاجة مبهرة حتى الآن. وطبعا وجود الجمهور العربي اللي بخف الدمه. وحتى الجمهور الأوروبي والأمريكي اللاتيني. بيطغي لمسة. النهاردة مثلا في ماتش البرازيل. كان عدد كبير جدا من الجمهور واقف قدام الأستاذ. محتاج تذكرة. لأن المدرجات كامية العدد. قد بدك البرازيل عاملة زي ايه بيهي. دايما. اها. يعني هي دايما بتعمل زي ما بنقول. عرض كبير. فالناس بتحب البرازيل بشكل عام. صحيح. دايما. بتحب تشجعها. بتحب الكورة البرازيلية. حتى شوفي التقرير اللي احنا جبناه من شوية. يقولك ايه اه انا مثلا بشجع. طبعا فرق العربية. بس عايز برازيل مثلا تخد. اه انا نفسي يعني لو لم يكون الفائز او في المربع ازدهب حد من الفرق الافريقية او العربية. فانا اتمنى جدا. عموما هتشوف المفاجئات هتودينا فين كاس العالم لسه مكمل. الارجنتين شايفة انها ممكن تسحى من القلم اللي جيها لو استحى. وارد. وان كان مشوار الارجنتين في كاس العالم السنين الاخيرة ما كانتش مباشر. صحيح. اكيد. انا سعيدة بك جدا. يعني نجوة بجد اسعتينا وكملي وحقق الجوال في كاس العالم. واحنا مكملين معاك هتبقى فرصة تانية ان احنا نروح ونيجي معاك ان شاء الله طول كاس العالم. بشكرك شكرا جزيلا. النجوة مصطفى نقدة وصحفية متخصصة في كرة القدم. كابت النجوة يعني بجد نورتيني. وحكمل معاكم بعد شوية بعد شوية هنروح لفقرة انا شايفها لطيفة جدا ومهمة. منذ ايام انتهى مهرجان القاهرة السينمائي دورته الاربعة واربعين. كان في فرصة ان المهرجان قدم يعني في المسابقة كان فيه طبعا المسابقة الرسمية من عدد من الدول. وكان فيه كمان مسابقة الافلام القصيرة. في الافلام القصيرة كان فيه فيلم مميز خد بالجيزة. وبطلة الفيلم الهام صفية دين ممثلة. وهي ابنة اخت الفنانة الكبيرة الهام شهين. حنتوقف معها. وايضا الممثل ماركو حجاز. وحنعرف القصة حجار ماركو حجار. وحنعرف القصة هي عاملة زي قصة. يعني ممكن تبقى موجودة في اي بيت. هل ممكن تفيد البيوت المصرية. ولا ما تفتش البيوت المصرية. ولا هي بتدق كده على البيوت المصرية. علشان تقولهم انتبهوا. الفيلم اسمه صحبتي. حيكون هو لقاءنا مع فريق العمل بعد فاصل قصير. ارجوكم ابقوا معنا. موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة